اشتركوا في القناة دفن أسلافنا العديد من الأسرار تاركين لنا تخمين ما كانوا يقصدونه بعاداتهم وتقوصهم وأعمالهم المعمارية بعد مروع كل هذه السنين في هذه الحلقة سنكتشف معن 12 من أكثر الاكتشافات غموضاً يزعم أن لها أصولاً خارقة للطبيعة أو من خارج كوكب الأرض بعضها كان مدفوناً تحت الأرض بينما يختبئ البعض الآخر على مرأ العين الحجر الأسود يجيب المسلمون الملتزمون نداء الصلاة خمس مرات في اليوم منذ أن بعث نبينا رسولاً صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لكن للكعبة العديد من القصص المرتبطة بها والجزء الأهم والأكثر غموضاً ومثيراً للتساؤل الحجر الأسود يقع الحجر الأسود في الركن الشرقي للكعبة المشرفة ويعتقد أنه تم بناء الكعبة قبل حوالي أربعة ألاف عام ويحافظ على شكلها إلى يومنا هذا نؤمن نحن المسلمون بأن النبي إبراهيم عليه السلام هو من بنى المسجد لكن العديد من العلماء يعتقدون أنه كان يستخدم من قبل الوثنيين قبل وجود الإسلام كديانة كثرت الأقاويل والروايات عن الحجر الأسود وقد قيل عن لونه المميز يرجع علاوة لامتصاص ذنوب آدم عند خروجه من الجنة كما يقال أيضاً يرجع تقبيل المسلمين له سنة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد سبق وأنقبله وربما تكون تلك القبولات واللمسات هي التي جعلته أسوداً لكن سيبقى الحجر أسوداً سراً للحفاظ على قدسيته والله تعالى أعلى وأعلم صخرة روزويل الغريبة العديد منكم قد يكون على دراية بحادثة روزويل للأطباق الطائرة التي تم الإبلاغ عنها بتحطم مركبة فضائية في عام 1947 قبل أن تغير السلطات الأمريكية روايتها في اليوم التالي وأعلنوا أنه في الواقع كان بالوناً هوائياً أمريكياً قد تحطم يعتقد معظم الناس الآن أن حادثة روزويل كانت خدعة لكن تم اكتشاف صخرة روزويل في عام 2004 على بعد 25 ميلاً من موقع التحطم مما جعل البعض يعيد التفكير في الأمر تنتاز هذه الصخرة الغريبة بخصائص مغناطسية غريبة حيث إذا وضعت مغناطسياً فوق الجزء الأثخن منها فإنه يدور باتجاه معين وإذا تم وضعه فوق النهاية الأرفع فإنه يدور في الاتجاه المعاكس على سطح الصخرة يوجد رمز الهلال المزدوج الذي يشبه الرموز التي تمت رؤيتها في مواقع العديد من الدوائر الزراعية عبر أمريكا وأوروبا وعند فحص القطعة تحت المجهر لا تظهر أي علامات تدل على استخدام أدوات لصنعها وإذا كانت هذه الصخرة مزيفة فهي مزيفة ببراعة أرض العمالقة سيحاول العلماء إقنعك بعدم وجود أي دليل على أن العمالقة قد وجد على الأرض إلا أن هناك العديد من المنشآت على الأرض التي يبدو أنها بنيت من قبل العمالقة ولصالحهم ولن يكون لها هدف يذكر للبشر العاديين ألقي نظرة على المستوطنات والكهوف في رومانيا التي تغطي مساحة تقارب الميلين مربعين والتي تعرف محليا بإسم أرض العمالقة هذه الكهوف محفورة مباشرة في الصخور ويقال أنها تعود إلى العصر الحديدي استخدمها المسيحيون الأوائل كمعابد حتى القرن التاسع عشر لكن لا يبدو أن لديهم الإمكانيات لإنشائها هناك أيضا مسألة الأهرام في مقاطعة سونا وبرازو التي يقول المؤرخون إنها قبور لملوك بربريين ولكن لماذا بنى البربريون تلالا يبلغ ارتفاعها مئة قدم يصر السكان المحليون أيضا على أن هذه البنى قد صنعت من قبل العمالقة نعلم من السجلات التاريخية المصرية أن حجر بين بين كان يعتقد أن له خصائص خارقة للطبيعة وكان موجودا في معبد رعف هليوبوليس وكان أول مكان تشرق عليه أشعة الشمس كل صباح الحجر الأصلي مفقود الآن لكنه أثر على تصميم عدة تمثيل ومنحوتات لا تزال قائمة في مصر حتى اليوم بما في ذلك الأحجر التي تعلق قمم الأهرامات الشهيرة يعتقد أن هذا الحجر يرمز إلى طائر الفينيق وهو مخلوق مهم في الأساطير المصرية لقدرته على البقاء بعد الموت والعودة للحياة ويعتقد بعض المؤرخين أن حجر بين بين يمثل بذرة الفينيق وذلك لأن كلمة بين تترجم تقريبا إلى الإخصاب باللغة المستخدمة حينما بني معبد رع منذ ألاف السنين وتقول وحد الأساطير أن بين بين كانت تلة التي ارتفعت من مياه النون عندما خلق الإله العظيم آتم العالم إذا سمعت من قبل عن حجر القدر في الفولكلور فقد كان هذا الحجر يقصد به حجر بين بين الأسطوري موقع نهوكا موقع نهوكا في البيرو بعيد للغاية لدرجة أن قليلين فقط كانوا يعرفون بوجوده حتى وقت قريب عند ترجمة اسمه إلى اللغة الإنجليزية يعطيك فكرة عن مستوى التقديس الذي يحظى به إذ يعني معبد القدماء يحدد عرشا ضخما منحوطا من قطعة واحدة من الحجر الأزرق ويعتقد البعض أن المستويات الثلاثة للهيكل تشبه كثيرا الصليب الأندي الذي كان ذو أهمية كبيرة لدى الإنكا يشمل الجانب الأبعد من الهيكل بوابة وهمية منحوطة في حجر الأندي سايت إن الدقة المطلوبة لهذا النوع من العمل كان يجب أن تكون مستحيلة بالنظر إلى محدودية الأدوات التي كانت بحوزة الإنكا لماذا بدل القدماء كل هذا الجهديات ترى لصنع بوابة دون باب ما زال هذا مجهولا مما دفع بعض أصحاب النظريات الخيالية إلى الاعتقاد بأنها قد تكون بوابة أو ممرا إلى عوالم أخرى مما يزيد من الغموض حيث إن منحدرات سقوف الكهوف ملساء ومقطعة بنفس الزوايا الدقيقة التي توجد في منحدرات الهرمين الأكبر في مصر إذا كان بإمكانك العودة بالزمن إلى القرن الرابع قبل الميلاد ستجد أن مملكة أكسوم التي تقع الآن في إثيوبيا كانت واحدة من أعظم مراكز القوة في العالم وظلت كذلك حتى القرن العاشر ميلادي وباعتبارها موقعا تجاريا رئيسيا بين روما وبلاد فارس أصبحت غنية جدا في سنواتها الأولى كانت أرضا وثنية وكان لديهم تقليد في إقامة أعمدة ضخمة لتكريم قادتهم بعد وثاتهم أحد هذه الأعمدة هو مسلة أكسوم التي يبلغ ارتفاعها ثمانين قدما والتي ظلت قائمة حتى القرن السادس عشر عندما أسقطها زلزال في ذلك الوقت كان سكان المنطقة قد اعتنقوا المسيحية ولم يكن لديهم اهتمام كبير بإصلاحها لم يعاد اكتشاف المسلة حتى الغزو الإيطالي لإثيوبيا في ثلاثينيات القرن العشرين حيث أخذت إلى روما وأعيد تجميعها وإقامتها هناك لم يكن للأمم المتحدة استحسان هذا التصرف وأمرت بإعادتها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ولم تنفذ إيطاليا هذا الأمر حتى عام 2007 هذا يشرح تاريخ المسلة لكنه لا يفسر غموضها لماذا يغطي هذا الهيكل مثل نهوك أبواب زائفة؟ موقع إنجور المخبأ يعتبر موقع أنجور وات في كمبوديا بالفعل موقعا مقدسا وهاما حيث يحتوي على أكبر معلم تاريخي في العالم لكن في عام 2016 اكتشف العلماء أنه كان محاطا بشبكة من المدافن القديمة التي كانت مخبأة في العراء ولم يلاحظها أحد من قبل الباحثون الذين مسحوا المنطقة من أعلى باستخدام معدات الليزر اكتشفوا سلسلة من التلال الترابية الكبيرة المخفية تحت بنايات كثيفة اكتشفوا سلسلة من التلال الترابية الكبيرة المخفية تحت نباتات كثيفة كانت هذه التلال التي اتخذت معظمها شكل القباب مرتبة في تشكيلات حلزونية وعند وضعها على شبكة يمكن رؤية هذه التلال على أنها نمط شوارع قديمة تغطي حوالي 800 ميل مربع حول أنجور يعتقد أنه بينما كانت معابد إمبراطورية تشامير مبنية من مواد صلبة وصمدت أمام اختبار الزمن فإن المنازل المحيطة بها كانت مصنوعة من الخشب والقش وبالتالي تعرضت للتلف مع مرور القرون والآن بفضل التقدم التكنولوجي تمكننا من العثور عليها مجددا لكن ما يزال غير واضح هو الغرض من الترتيب الهندسي الدقيق لهذه الأشكال حصون الداسيين نعود إلى روما لنجد هناك سلسلة من المواقع القديمة التي تشكل حصون الداسيين في جبال أوراستي والتي أدرجت كموقع تراث عالمي من قبل اليونيسكو منذ عام 1999 يوجد هناك ستة حصون في المجموعة تعود إلى حوالي 2300 عام وتقع في جبال الكاربات الغريبة جدران الحصون المصنوعة من الحجر الجيري تتكون من صخور تم نقلها من مسافات بعيدة لكن هذا ليس الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هنا لكنه يعود للقرص الشمسي القديم في حصن ساقواريجيا المصنوع من الأندسايت والمقسم إلى عشر قطاعات كما يحتوي على سام طويل مصنوع من 16 كتلة حجرية وتشير بعض الأدلة إلى أنه كان له غرض فلاكي لا يوجد أي شيء مثله في أي من الحصون الأخرى ولا في أي مكان آخر في روما أو حتى في العالم من هم بنات هذه الحصون القديمة؟ وكيف امتلكوا مثل هذا الفهم الفطري للسماء الليلية؟ يبقى هذا لغزاً لم يحل بعد تمثال اليونان العجيب في حين يسعى علماء لاثار لتقديم تفسيرات لكل شيء يجدونه إلا أنهم أحياناً يضطرون للاعتراف بعدم امتلاكهم أي فكرة وهذا هو الحال مع هذا التمثال الغريب الذي يشبه الطائر والذي وجد في اليونان وبلغ عمره حوالي سبعة آلاف عام لا يستطيع الخبراء الاتفاق على ما إذا كان يمثل طائراً بالفعل أو ما إذا كان تصويراً بدائياً للشكل الأنثوي ولأنه فريد من نوعه لا توجد طريقة لمعرفة من كان المسؤول عن صنعه رغم أن الحضارات التي عاشت في مقدونيا والتيساليا في ذلك الوقت تعتبر مرشحة يبلغ طول التمثال أربعة عشر بوص ويعود إلى العصر الحجري الحديث المتأخر وقد نوحت من الجرانيت الصلب وهو ما يميزه عن معظم القطع الأخرى من العصر الحجري الحديث كانت التماثيل في العصر الحجري الحديث تصنع عادةً من الحجر الطريق لكن هذا التمثال من الجرانيت والصعوبة تكمن في عملية النحت حيث يتطلب عادةً أدواتً فلاذية والتي لم تكن بحوزتهم في تلك الحقبة التاريخية مما يثير التساؤل حول كيفية صنع هذا التمثال العجيب أصلاً أحجار هيدان القديمة لدينا شيء آخر لإخباركم به لكن قبل ذلك لا تنسوا تسجيل إعجابكم بالحلقة والشراك في القناة لمتابعة كل جديد فيما مضى ذكرنا احتمال وجود عمالقة على الأرض وإن صحت هذه النظرية فقد تفسر وجود موقع هيدان في هولندا حيث ستجد التكوينات الحجرية القديمة في مقاطعة الدرينثي والتي تقف هناك لأكثر من خمسة ألاف عام نسبت رسمياً إلى عمل القبائل والبرابرة ولكن لم يتم توضيح كيفية تمكن هؤلاء الناس غير المتحضرين من نقل أحجار وزنها أربعين طناً ووضعها في هذه المواقع هذه الآثار هي أقدم المعالم التي وجدت في أي مكان في هولندا مما دفع البعض لتسميتها بستونهينج هولندا وهو وصف مناسب نظراً لأن الموقع البريطاني بني في نفس الفترة تقريباً يبدو أن شعب الفونيل بيكر دفنوا موتاهم هنا وكان لابد من نقل هذه الصخور الضخمة إلى الدرينثي خلال العصر الجليدي لكن نقلها لمسافات طويلة يتعارض مع كل ما نعرفه عن شعب الفونيل بيكر لذا فإن المهندسين الحقيقيين يظلون مجهولين أحجار الشحظ للوهلة الأولى قد لا تمثل الأحجار المخددة في جزيرة جوتلاند سوى صخور شحظ بها المحاربون القدماء سيوفهم لكن بالتدقيق في الأمر يتضح أنها كانت أكثر من ذلك لاحظ الناس هذه الصخور لأول مرة في القرن التاسع عشر وبسبب الوصف المذكور تم تسميتها أحجار الشحظ ولكن عندما لاحظها خبير في هذا المجال عرف أن الخدود كانت أعرض بكثير من أي نوع من سيوف العصور الحجرية أو الفايكينغ أو حتى العصور الوسطى لا سيما أنه لم يعثر على أي سيوف في الجزيرة لدعم النظرية إحدى الأفكار البديلة تقول أن هذه الخدود كانت تستخدم لتتبع حركة الشمس والقمر وبالتالي يمكن تفسيرها كنوع بدائي من التقويم حيث يمكن توجيه الخدود لمواجهة الأجرام السماوية ودائما ما تكون الخدود المقطوعة في التلال الصخرية متجهة نحو السماء كبدو بيانزا من المحتمل أننا لن نفهم أبدا لماذا اختارت حضارة حكيمة كالحضارة الأترورية تدوين معرفتها عن القمر والشمس والنجوم على منحوتة لكبد خروف من البرونز هذا هو كبدو بيانزا وقد أثار حيرة العلماء منذ اكتشافه في حقل بيانزا في عام 1877 كان الأتروريون حضارة محلية في هذه المنطقة من إيطاليا لكنهم اختفوا عندما توسعت الإمبراطورية الرومانية واستوعبت ثقافتهم بسبب هذا ضاعت العديد من أسرارهم عمرور الزمن قبل الرومان كان الأتروريون يتحدثون لغتهم وكانت لهم معتقدات دينية خاصة واهتمام كبير بعلم التنجيم وكانوا يستخدمون أحشاء الحيوانات للتنبؤ بالمستقبل ولكن يبقى السؤال لماذا تم رسم خريطة النجوم على الكبد ربما كان يعتقدون حرفيا أن الكون بأكمله يمثل كبد مخلوق أكبر بكثير وأنهم يعيشون فيه أعزائي متابعي قناة هل تعلم إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف أو على يوتيوب ثانكس ترجمة نانسي قنقر